السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اليوم هذا الفيديو يهم جميع المترشيحين المترشيحات لمباراة التعليم سواء اطور الدريس او اطور الدعم هذا الفيديو سيكون قراءة في واحد الاعلان لخرج يوم امس عن الاكاديمية الجهوية والتربية والتكويل لجهات فاس مكناس ولكن هذا يهم جميع الجهات والجميع الاكاديميات والمديريات اذا اردوا البال فهذا الاعلان يتضمن واحد الرسالة مهمة جدا وتتعلق بعملية التسجيل في الموقع اذا باش متعرضوا انفسكم للاقصى ضروري ضروري وجبة التنبيه لهذا الامر سوف ندر واحد القراءة سريعة في الاعلان ونقرأ لكم اش نوجف هذا الاعلان بشكل مفصل اذا تعلنوا او لا تنهي الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات فاس مكناس كما قلت هدرتها جهات فاس مكناس ولكن رأيهم جميع الجهات الى علم المترشيحات والمترشيحين لمباراية توضيف الأطور نظامية الاكاديمية سواء اطور التدريس او اطور التدعم الاداري والتربية الاجتماعي في دورة نوع البيه 2022 انه على اطر الشروع في عملية المصادقة على طلب الترشيح بالنسبة الى الاكاديمية الجهوية للجهات فاس مكناس يعني بدأت او لا شرعت في عملية المصادقة يعني من البعض ان تفشك تسجل في هذا الموقع وكتدخل الوتائق يمشوا كيصدقوا لك على الطلب يعني الطلب رهم قبول والطلب المصادق عليه ستسنى حتى يدوز الانتقاء واعلنوا على نتائج الانتقاء اذا هنا اثناء عملية المصادقة تبين ان عددا من الطلبات لا تتضمن كل معطيات او الوتائق لازمة اذا فاشمشاوا هاد الناس الذين المديرية بغوا يدروا المصادقة لقوا بزار ديال الطلبات ما فيهمش المعطيات والوتائق اللازمة يعني هذا شيء غير مطابق هذا بطبيعة الحال سيعرض صاحب طلب للإقصاء يعني اقصاء غير مبرر نحن كنهضر على الانتقاء يعني تحول بعدها اثناء التسجيل تغطيب هذه الأمور الدخل الوتائق يكون عندك واحد تتابق فيما يخص الشواهد عاد من بعد ماشي يدير اخطاء في التسجيل يعني تقول لا تقصيتي من الانتقاء يجب الانتباع لهذا الأمر لذا توق هذه الرسالة للمترشحين لذا يتعينوا عن المعنيين والمعنيات الذين لم يصادقوا على طلباتهم يعني اللي باقي ما زال مدر المصادقة لغيرتش جلد الحفظ باقي مدر المصادقة أو لم يحملوا جميع أو بعض الوتائق أو الذين أشارت المدير الإقليمية أو الأكاديمية إلى أن طلباتهم غير مكتملة إذا كان هناك رسالة مجهة لثلاث أصناف المترشحين الأولين اللي ما زال ما دروا مصادقة ثانين اللي ما زال ما تشارجوش هذو الوتائق الترشيحة لا تكتب عليك من الاستمارة الالتزام فوتوكوبيد لكارت الإجازة إلى غير ذلك ثم الثلاثين اللي طلعت لهم الأكاديمية لا يسجل أن الطلبات غير مكتملة إذا كان هناك الناس اللي دروا مصادقة أو لا يعني سهلوا التسجيل وعندهم الوتائق غير مكتملة إذا كان يطلعوا لهم واحد الرسالة بللي رخصكم تزيدوا وطائق أخرى يعني هذي الناس هذو واشنوك تقول لهم الأكاديمية أن يسارعوا إلى تحميلها يعني يسارعوا إلى تحميل هذي الوتائق اللي خصهم واستكمال عملية المصادقة ويدروا المصادقة على الطلب وتحميل جميع الموتائق المطلوبة قبل انتهاء تاريخ المحدد للعملية يعني يخصهم يمشوا يدخلوا هذي الوتائق اللي دارون اليوم السكانير واللي تليشارجوا ببي دي اف واللي يدخلوهم للسيد يتأكدوا منهم بأنهم رهوما بالضبط لأنه بعد المرة أثناء التحميل هذي الوتائق يوقع واحد غلط كنت تريد مثلا تحميل بدي اف دي اف ديال الكارت وكتحميل بدي اف ديال إجازة أو ديال يعني شي شي هذا أخر وكي يصدق معه تشوش مرات وهذا سوف يعرض صاحبه للإقصاء وردوا البلد الأمور جيدا من بعد فأنت ستسكني هذي الوتائق ستسكني هذي الوتائق ستسكني هذي الوتائق ستسكني هذي الوتائق يعني عنده سكنير ومعروف أنه يعني شي 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 مو المكتبة اللي عنده عنده الجودة الجودة في التعامل وغادي يصاب لك هذي الوتائق هذي الوتائق وغادي سيفطهم لك سواء في الجيميل أو في كلي يوسبي هذا الجوج هذي باش تبقى باش تبقى يعني لكالتديلهم أو لا باش يكون ساعد عليك أنك تهزهم وغادي يعني عندك بي سي كالتديل المكتبات اللي كي يدرون هذه البوستات كنت تدخل عشرة دقيقة تشجل وكتقضي الغارات يعني هذي تضعهم في البرو وغادي تكتب كل ملف كيف يخص هذا الملف من الباكة هذا الاجازة هذا الالتزام يعني فش تبقى تشارجيهم يكون سهل لكذا هذي تردد بلا هذه الأمور كتبان يعني أمور تانوية ولكن تحسيمه في النجاح مع ضرورة الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء جميع الطلبات يعني هذا اللي قلت لكم هذا الإشكال أنه سيتم إلغاء جميع الطلبات الغير مصادقة عليها من طرف المترشيح يعني إذا كنت تسجلت إذا سجلت ودخلت الوثائق وتأكدت مني بأن هذه الوثائق كلها يعني كل شيء صحيح دعوا المصادقة صافي إذا تأكدت دعوا المصادقة حيث هما رابدوا في عملية المصادقة لتطلع لكم المصادقة على الطلبات وكذا الطلبات التي لم يتم تحميل جميع أو بعض وطائقها المطلوبة يعني تسجيل سوف يسألوك عليها بما في ذلك عدم تتابق الإجازة مع التخصص يعني لما عندك هذا التتابق بالإجازة اللي عندك وبين التخصص لطلبينهما مثلا هما طربين واحد وعندك إجازة في تخصص آخر وهذا شيء هما مطلبينوش هذا شيء ركاين في الإعلان أو نوع الإجازة أساسية مهنية أو لمسالك التربية المصرح به يعني عنده شيء خطف هذا الشيء سوف يتم إلغاء طلبه إذا حاولوا حاولوا تطلبوا لهذه الأمور بالنسبة الناس اللي تسجلوا دي جاء ودروا المسادقة ركاين ركاين يدخلوا للصدق ركاين 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 للاستفسار أو تصحيح الأخطاء يرجى ربط الاتصال بالوحدات المشرفة على العملية بالمديري الإقليمي المطلوبين من طرف المترش يعني لدى المسادقة كما قلت لكم القبر رفش كدير المسادقة ما يبقى لديك ما يزال لحق أنك تمضي معلومة يعني لدى المسادقة والقراسو خصوة واتقة أو لدى معلومة خاطئة أو تدخل الرقم لعنوان خاطئ أو تدخل لكارت خاطئة أو تاريخ الإزياد أو تاريخ الإزياد أو شيء ما سيقوم بعمل المديرية ما هي المديرية؟ المديرية هي التي تكون في المدينة كنية الأكاديمية يعني تسمعها الصعيد الجهاوي وكنية المديرية المديرية تكون في كل مدينة كما تكون قريبة لك يعني ستتدخل المديرية اللي دفعت فيها المديرية والذي دفعتي لها وغاتتت المشي عندها وغتتسويل على مصلحة الموارد البشرية مع اللي مديرية فين كنا مصلحة الموارد وسيتمزيح اليها وغتتقول لي المشكلة التي تجعلها ويتلقى وحدة الشخص وحدة السيدة أو خدة من تما تقول لي منطلتي بشكل السيدة وغت��릴 لمن المسادقة و لكن المضايتش البيتة والسيدة سوف يحلو لك هذا السيد و سوف تعود لك مدة زمنية محددة و سوف يحلو لك المصادقة و لا تنسوا أنه لديه مشكلة لا يبقى للمديرية المديرية تكون في المدينة و سوف يحلو لكم المشكلة كما قلت لكم في هذا الإعلان يهم جميع الجهة و ردوا البال لهذه الأمور و سوف يتقصى بسبب هذه الأمور أمر غير معقول أن الإنسان أو المترشح يتقصى لأنه نسى واحد الوثيقة و لأنه لا يدخل واحد الوثيقة و دخل بلاسته وثيقة أخرى لذلك يتقصى هذا الأمور موعدنا فيديو مقبل إن شاء الله و يصير الجميع و بالتوفيق